عمري عشرون عاما من تل أبيب حسب رأيي استطلاع معاريف إننا مع صفقة ولكن ليس مع أي صفقة دون ضوابط إذا أعدنا جزءا من المخطوفين فقط فقد بقينا على نفس الحال إذا تركنا مخطوفين أحياء هناك فليس للصفقة أي معنى وقد نحتاج إلى صفقة أخرى فماذا فعلنا إذن؟ حسب رأيي إذا الصفقة لم تشمل الجميع ولا تفرج عن جميع المخطوفين لا يوجد سبب أن نوافق على الصفقة ولكن إذا الصفقة تشمل الجميع حقا سيكون الأمر مناسبا اسمي بيروريا آيندن أنا من الجولان إذا تسألينني عن ما هو الأهم فحسب رأيي الصفقة هي الأهم يجب علينا أن نعيدهم إلى بيتهم أسرع ما يمكن وبعد ذلك سنحاسب من يجب أن نحاسبه ولماذا تعتقدين ذلك؟ لأن هذا هو رأي أنا أم لأولاد وإذا لا سمح الله خطف أحد من أولادي لا أعلم ما الذي كنت سأفعله أنا أم وأتحدث كأم وكأم أن أريد أن يعود جميع الأبناء وجميع المخطوفين إلى بيتهم ولا يهمني ما هو الثمن أولا أريد أن يعود إلى البيت وبعد ذلك سنفعل ما يجب علينا أن نفعله اسمي علزة أنا قلبي مع المخطوفين قلبي يؤلمني جدا وأعتقد أنه من المهم استعادة المخطوفين أنا لا أعترض على الصفقة المخطوفين مهمين جدا بالنسبة لي هذا الذي أقوله لا يوجد لدي آراء بأمور سياسية أنا لا أكترث بالسياسة ما يهمني هو الإنسان أنا آمل أن تنظر جميع الجهات المعنية إلى الصورة الأكبر إلى ما هو جيد وموحد وأن نصل إلى تفاهم وإلى ما يقربنا ويجمع بيننا السياسة تفرقنا أنا أتمنى بسبب هذا أن يوجد من يسمع وأن يحدث شيء وأن المخطوفين سيعودون بسلامة ونصل إلى تفاهم